بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا وسهلا بكم في الكابسولة رقم 134 هنتكلم النهاردة على دول ديسك تشيك فالف احد انواع محابس عدم رجوع زي ما قلنا حضراتكم المحابس ممكن اقسمها انواعين نوع سريع الاستجابة ونوع بطيء الاستجابة تكلمنا على بطيء الاستجابة ودلوقتي احنا متكلم على بعض الانواع سريعة الاستجابة يعني سريعة الغلق يعني ما تسببش سلامنج يعني ما تزودش قيمة الووتر هامر اه اثناء حدوثه في اه اه خطوط اه المياه او الصرف زي ما حضراتكم شايفين ادي الديول ديسك الفكرة هنا ديول ديسك يعني اتنين ديسك وكل ديسك على شكل حرفي دي زي ما حضراتكم شايفين وحوالين الاتنين مسكين منفصلات في الهو العمود اللي في النص ده زي ما حضراتكم شايفين انهو في عمودين عمود اللي هو فيه ديول ديسك مسكين فيه وعمود تاني اه في الخلف العمود اللي في خلف ده فايدته ايه ان هو لما يفتح النص منهم مايروحش ناحية التانية مايتقلبش مايروحش ناحية التانية يعني واخدين بالكم يا جماعة فا اه خلينا نشوف بيشتغل ازاي الاول وبعدين نتكلم على مميزات وعيوب ادي ديول ديسك يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين ده من نوع الوفر اللي هو بيتحط بين اه مصورتين بالفلانشات ويتربطوا مع بعض وبالتالي يبقى يحكم زي ما حضراتكم شايفين اهو ادي الديول ديسك بيفتح ويقفل بالمنزر ده اه طبعا اه الفكر انه هو بيفتح عكس اتجاه السبرينج اللي مسك الاتنين ديول ديسك مع بعض ولما بيحصل السريان بيقفل فعلى طول ما بقدرش يعني على طول السبرينج بيرجع الديول ديسك يقفل على طول زي ما حضراتكم شايفين 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 كلمة افتوح على الاخر طبعا واخدين بالكم ان السريان في وسط اللي بيعدي على الديول ديسك ويبقى في وسط السريان فبالتالي فيه هيد لوس عالي كمان ما ينفحش استخدم في المية الصرف اه الصحي لانها اكيد هتتعلق بالايه بالعامود اللي في النص بالديول ديسك هو في اتجاه السريان زي ما حضراتكم شايفين لما بيقفل بقى بيقفل بسرعة لان في سبرينج بيرجعه برجع ديول ديسك يقفل على طول بسرعة وده آآ الميزة اللي بتخليه يعني آآ مش آآ بيعمل آآ ايه آآ نظام لووتر هامر او معاليش قيمة لووتر هامر او بيعملش ظاهرة اسلامينج اسناء توقف الترومبات فجأة او قفل المحابس فجأة آآ زي ما حضراتكم شايفين آآ آآ له اجزاء خارجية ولو فتيل زي ما حضراتكم شايفيني فبالتالي الصيانة بتاعته برضو حيبقى فيها كلام عن الباكينج والسيل وعدم التاعادة بحدوث تسريب آآ عكس المحابس التانية اللي شفناها زي النوزل فالف وزي اللي هو مفوش اجزاء خارجية بتحتاج للصيانة خلينا نقول بقى انه هو آآ محبس استجابة سريعة ما بعملش سلامينج فيه هيد لوس كبير آآ بيستخدم في الماء نظيفة بس مصدرش بصرف الصحي آآ ممكن يركب رأس رأسي وافقي ما فيش مشاكل وكمان آآ يعني ما ما فيش آآ لهو آآ راكب يعني بتعرفش ان كان فاتح او قفل ما يبانش عليه فبالتالي ما بتدرش ما بتدرش ما بتبقى ما تبقاش عارف ان كان المحبس كده فاتح ولا آآ المميزات آآ والعيوب بتاعة الايه المحبس اللي هو الديول تشيك فالف ديول ديسك تشيك فالف آآ دي كانت الكابسولة بتاعت النهاردة اتمنى هتكون آآ مفيدة آآ بتمنى ممكن التواصل على الايميل موجود على الشاشة او على رقم يوص موجود على الشاشة واشكركم شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة